خاصة دول الإعاقة مسابقة تناول موضوعي بشكل موضوعي والهدف منها نشر الوعي بقضايا الإعاقة لدى الإعلاميين ولتصبح قضايا الإعاقة على جدول أولويات المؤسسات الإعلامية وأيضا تناول قضايا الإعاقة من منظور حقوقي بعيد عن الصور والقوالب النمطية اللي بالعادة تضع الشخص للإعاقة من منظور الشفقة والرعاية يا سلام، بتتابع مسلسلات وأفلام؟ عندك فيسبوك وإنستجرام؟ يا لطيف، شو هالكفيف؟ والله تقيل منخة فيه؟ اخترنا موضوع كيف الكفيف بشوف مسلسلات الأفلام هذا الشي من واقعنا عم العينش وأنا وأحمد دائما تجينا الأسئلة إنه كيف أنتوا سوابت تابعوا المسلسلات والأفلام احنا اخترنا موضوع البيئة المعيقة في حلقة نحن نعيقهم انطلاقا من إيماننا في منصة شيزو ميديا إنه هذا الموضوع مظلوم إعلاميا ومظلوم دراميا أنا وزميلتي سارة عز الدين اخترنا نحكي عن المنشآت الصحية غير المهيئة مشقة عيق، علاج الأشخاص ذوي الإعاقة اخترنا هذا الموضوع من المعاناة اليومية والواقعية اللي بعانيها الأشخاص ذوي الإعاقة وأسر الأطفال ذوي الإعاقة الحركية بالأخص وإحنا زي ما بنعرف هذه المعاناة نشأت نتيجة عدم تهيئة هذه المنشآت الصحية بما يتناسب مع معاناة هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة لتقييم المنتجات الإعلامية قام المجلس في البداية بتطوير مجموعة من المعايير واللي بناء على هذه المعايير سيتم تقييم المنتجات الإعلامية ومن ثم تم إنشاء لجنة محايدة من إعلاميين مخضرمين عندهم خلفيات إعلامية مختلفة حتى يتقوموا بتقييم المنتجات الإعلامية النهاية الصحفي هو مش فقط ناقل للمعلومة هو صاحب رسالة، هو أداة للتغيير الإيجابي في المجتمعات أداة للإنصاف ومن هيك يعني بعتقد في كتير دور مهم للصحافة الحقوقية والصحافة الحقوقية اللي بتغطي قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة نعم إذن مكملين معكم بفقراتنا وفي ضيف الدنيا زي ما شفتم من خلال هذا الفيديو اليوم رح نتحدث عن موضوع كتير مهم وهو إطلاق مصابقة إعلامية بعنوان تناولوا موضوعي بشكل موضوعي موجودة معنا تسنيم شهين مديرة وحدة الاتصال والإعلام لحتى تحكي لنا أكثر عن هاي المصابقة صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك صباح الخير يعطيكم ألف عافية ستي اسمحي لي بداية أتشكر قناة رؤية وبرنامج دنيا يا دنيا هذه الاستضافة المصابقة الإعلامية تناولوا موضوعي بشكل موضوعي هي مصابقة أطلقها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مطلع عام 2021 الهدف من المصابقة الإعلامية هو تشجيع الإعلاميين والمهتمين بتطوير مواد إعلامية لتناول قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للنهج الحقوقي ولما بنحكي النهج الحقوقي ستي بنقصد أنه تركيز الضوء على المعيقات والحواجز البيئية والسلوكية اللي بتحول دون ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم اسمحي لي هون ستي أضرب مثال بسيط نحنا في المجلس كبيئة عمل متنوعة بتضم مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الإعاقات الشخص ذوي الإعاقة والموظف لما بيجي لبيئة المجلس بتكون البيئة مهيئة فبتزول حالة الإعاقة لعنده فهون بتكمن الأهمية عندنا ستي لأنه نحنا نركز على المعيقات البيئية والحواجز السلوكية نعم وهون للصراحة يعني بدأ نحكي عن المحاور اليوم رح تغطيها المسابقة أهمية أيضا هذه المسابقة في هذا الوقت والعنوان يعني تناول وموضوعي بشكل موضوعي أدي رائع هالعنوان لهذه المسابقة وأدي بيعني الكثير بفكرة الموضوعية بالتعامل مع فكرة الإعاقة تمام ستي نحنا لما نحكي عن الأشخاص ذوي الإعاقة نحكي عن مليون ومئتين ألف شخص فبشكل الأشخاص ذوي الإعاقة جزء كبير من نسيج هذا الوطن فعند تناول قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجب تناولها ضمن الإطار العام لحقوق الإنسان وإدراجها ضمن الخطط والبرامج الشمولية لهيك إجت المسابقة الإعلامية تناوله موضوعي بشكل موضوعي لأنه نحنا نحكي عن جزء كبير من نسيج هذا الوطن ونحنا بحاجة نتناول قضاياه ضمن الإطار العام لقضايا حقوق الإنسان بالنسبة لمحاور المسابقة هي عدة محاور محور الإعلام المكتوب والإعلام المرئي والإعلام المسموع والدراما الإعلام المرئي بيتضمن تقارير مصورة أفلام 3D أفلام موشن وإنيميشن بحيث لا تتجاوز مدتها عن 6 دقائق الإعلام المسموع أعمال بودكاست برضو لا تتجاوز مدتها عن 6 دقائق نعم اليوم تسنيم إذن نحكي عن هاي المسابقة ممكن في كتير أشخاص تحمس لهم يشاركوا إعلاميين كيف هي آلية المشاركة بها المسابقة؟ شو اللي لازم يعملوا؟ التمام استحدث المجلس الأعلى الحقوق لأشخاص ذوي الإعاقة منصة إلكترونية لا تقديم للمشاركة ضمن المسابقة الإعلامية بتم من خلالها التقديم إما بشكل فردي أو من خلال مجموعة من الإعلاميين في حال ما استطاع الشخص يقدم المادة الإعلامية من خلال منصة تم الإعلان مسبقاً عن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس عن بريد إلكتروني بيستطيع الشخص من خلاله أنه يقدم للمسابقة الإعلامية نعم إذن شروط الانضمام للمسابقة لمين ممكن تكون مفتوحة؟ ما هي الشروط؟ تمام سيتي هلأ المصابقة اشترطت أنه الشخص يكون مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية لكن لم تشترط أنه يحمل الجنسية الأردنية هلأ يجب على المشارك أن لا يرتبط بأي صفة تعاقدية بالمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنتجات الإعلامية اللي يجب تقديمها يجب أن تبنى على النهج الحقوقي لقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبتراعي المصطلحات الحقوقية المستخدمة في هاي الناحية وممكن هون نشير سيتي لمجموعة من الروابط المرجعية يمكن الرجوع إليها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس حول الدليل الإعلامي في تناول قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقائمة قل ولا تقل كذلك يمكن المشاركة من خلال أعمال جماعية أو من خلال عمل فردي باللغتين العربية والإنجليزية لكن بتشترط المصابقة أنه ما يتقدم المتصابق بأكثر من منتج أو مادة إعلامية ويتكون هاي المادة نشرت خلال فترة من بداية شهر تموز العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين أول من العام الحالي الأعمال اللي تم نشرها قبل ذلك لن يتم قبول مشاركتها في المصابقة نعم هاي بالنسبة للمد اللي لازم يكون تم نشر فيها العمل ولكن متى بنتهي موعد التقديم؟ هلأ آخر موعد للتقديم هو 31 عشرة 31 تشرين أول من العام الحالي بتوقف استقبال الطلبات للمشاركة في المصابقة نعم وإيش الجوائز اللي رح يحصلوا عليها؟ أكيد الناس صارت محمس تتعرف الجوائز أكيد أكيد سيتي هلأ في عنا 12 جائزة موزعة محاور المصابقة كل محور ثلاث جوائز الجائزة الأولى بقيمة 2500 دينار أردني الجائزة الثانية 1750 دينار أردني والجائزة الثالثة 1000 دينار أردني نعم فهم ثلاث جوائز وعليهم رحية نافس وأكيد نتمنى التوفيق للجميع المشاركين ولكن إذا بتحكي لنا كلمة أخيرة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحب من خلال شاشة رؤية اليوم أوجه رسالة لجميع المهتمين بتطوير مواد إعلامية وللإعلاميين للمشاركة بالمصابقة مش بس بهدف المشاركة ولكن للمساهمة في تغيير الصور النمطية المأخودة عن الأشخاص ذوي الإعاقة نحن غالبا نتعامل مع قضايا الإعاقة في إطار الفزعة إذا صارت قضية رأي عام فنحن حابين من خلال المصابقة نوعي بضرورة تناول حقوقي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واسمحيلي كمان من خلال شاشتكم تقدم بالشكر للجهات الراعية بمختلف فئاتها الذهبية والفضية والبرونزية والجهات الإعلامية الراعية وشكراً كتير لإلكم شكراً جزيلاً لإلكم شكراً لجهودكم وأكيد إحنا منضم صوتنا لصوتكم بما يخص أهمية التوعية ولتغيير الصورة الانواطية والأحكام المسبقة على الأشخاص ذوي الإعاقة كل التوفيق لإلكستي أشكر إكستي أعطيكم الفلافية أهلاً وسهلاً بحضرتك